المصائب لا تأتي فرادة ففي الوقت الذي تتدعى فيه الولايات المتحدة من ضربات فيروس كورونا المستجد في جميع ولاياتها التي أعلنت فيها حالة الكوارث جاءت الأعصير للتزيد الوضع سوءا سلسلة الأعصير التي ضربت أنحاء الجنوب الأمريكي ضمرت مئات المباني وخلفت قتلى في وقت ما زال يحذر فيه خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية من رياح عاتية وأمطار غزيرة إضافة لاحتمال هبوب المزيد من الأعصير في مناطق أخرى من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الذي يتعرض لموجة من التقس السيء لتخلف العواصف العاتية هذه الأضرار بمنطقة تبدأ في تيكساس وتصل إلى كارولينا الجنوبية فيما وجد أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص أنفسهم محرومين من التيار الكهربائي وأعلنت السلطات في ولايتي ميسيسيبي ولوزيانا حالة الطوارئ وأمام هذا الوضع الكارثي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعصار بأنه الأفضع والأكثر تدميرا من بين الأعصير متعهدا بمساعدة المدن المتضررة وذكرت الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة أن التقس السيء تسبب في نحو ستين إعصارا مخلفا وراءه مصارا من الدمار بعد اتحاد الرياح العاتية في الطبقات العليا للجو مع كتلة هواء بارد قوية مما جعل التقس خطيرا على نحو خاص